دكتور نتحدث عن تأثير هذه الهجمة وهذا الاعتداء وحتى الاعتداءات المشابهة على الوضع الأمني والسياسي في النجف وعلى العراق بشكل عام يعني أنا قلت في بداية الحديث يعني من منطلق أن لا نستهين بهذه الجريمة المدانة فإذا ما تركت وإذا لم تكن الحكومة المحلية جادة ونعتقد ونتوسن فيها الجدية فسيكون هذا يعني عامل جذب لعصابات أخرى لازدياد حالة الفلتان الأمني وهذا طبعا سيؤدي إلى عدم الاستقرار وأنا قلت أن المواطن العراقي ومجتمعنا اليوم يلمس أن هناك استقرار في الحياة وطموحه وآماله في أن يستمر ويقوى هذا الاستقرار من أجل أن يذهب الجميع إلى حركة موية وحالة إعمار وبناء كما نشهده اليوم حكومتنا الاتحادية وحكوماتنا المحلية وإن كانت بدرجة أقل وهنا نقولها من خلال شاشة وقل الحكومة الاتحادية نجحت في أن يكون الوضع في العراق وضعا مستقرا وأن حركة التنمية والإعمار والاستقرار والبناء واضحة في بغداد وكذلك بوضوح ربما هو أقل في المحافظات ندعو حكوماتنا الاتحادية إلى أن تعزز من حالة الاستقرار والتنمية والإعمار والبناء وأن لا يكون هناك أي تهاون في هذه المسألة لذلك التهاون وعدم الجدية في ضبط الأمن وملاحقة العصابات المنفلتة وأن يأتوا بهم إلى القانون وينالوا جزائهم العادل معناتها أنكم تسمحون العصابات أخرى وأن يتمادى الوضع إلى ما هو نقيض الاستقرار وهذا ما لا نسمح به إطلاقا أما إذا ذهبت الحكومات المحلية إلى ضبط هذه المسألة وجلب هؤلاء وجعلهم خلف القضبان وأن ينالوا استحقاقهم وفق القانون فنحن مع أن يكون المستقبل كما يريده المواطن العراقي كلما كان هناك ضبط للأمن وأن يكون القانون أقوى من صوت العصابات وهذا الانفلات وهذه الجرائم المدانة سنشهد استقرار وسنشهد تنمية وسنشهد حالة من الأطمئنان وثقة المواطن بحكومته ونذهب إلى فرص عمل وبناء وإعمار وتقديم خدمات بعكس ذلك ستكون الحكومات فاشلة وسيكون هناك نقمة من أبناء المحافظات جميعا لذلك حقيقة هذه أولوية قصوى ورب ضارة نافعة هذا جرس انذار متوسط لنسميه بالدرجة المتوسطة فعلى الحكومة المحلية وجميع الحكومات المحلية أن تأخذه بجدية عالية وأن تذهب إلى ضبط الملف الأمني